السلام عليكم في هذا الدرس إن شاء الله راح نشرح لكم صفحة 13 من كتاب اللغة الإنجليزية سنة الرابعة متوسط مع الحلول إذن عدنا task 12 I listen now to the English tourist guide part 4 and complete the identity card of the famous English writer in my copy book هنا رايحين نستمعوا للمرشد السياحي على الشخصية اللي رايح يتحدث عليها رايح ننكملوا المعلومات كامل اللي تخص هذه الشخصية اللي رايح معنا في الصورة إذا identity card فيها first name الاسم الأول surname اللقب date of birth place of birth location of birth place date of death place of death occupations titles of two plays name of theater رايح نجيبوا اسمه ولقبه وين وقتاش زاد وين وقتاش مات اسم أهم الأعمال انتاعوا أو المسرحيات انتاعوا اللي معروف بيهم ووش كان يخدم الأعمال انتاعوا أو الخدمات انتاعوا والاسم تعالى المسرح عفواً اللي كان يحتوي عليه إذا رايح نحط لكم الحل تبعوا معايا نبدأ بسم الله إذا هنا بش نكملوا identity card عندنا first name هو ويليام أنا فقط هنا كتبت ويليام شيكسبير بش الناس يعرفوا على ما رانا نحكيو إذا انتم في first name تكتبوا ويليام فقط عندنا surname شيكسبير date of birth april 23rd 1564 place of birth stratford stratford location of birth place shakespeare's house shakespeare's house إذا عدنا ويليام shakespeare april 23rd 1564 stratford and shakespeare's house date of death april 26th 1616 place of death stratford open avenue إذن haven عفواً هنا المكان اللي زات فيه هو نفس المكان اللي مت فيه عدنا place of death stratford open avenue هنا stratford في place of birth ما درت لكمش open avenue زيدوها occupations وش كان يخدم he was an actor poet and playwright كان ممثل وشاعر وكاتب للمسرحيات أوكي titles of two plays عنوان أو عنوانين لمسرحيتين معروفين معروف بيهم عدنا hamlet روميو روميو وانت جوليت هاملت روميو وانت جوليت هذو اللي كان معروف بيهم عدنا name of theater globe theater name of theater globe theater إذن he was an actor poet and playwright أهم المسرحيات تنتاعوا hamlet روميو وانت جوليت name of theater globe theater إذن هذو رح ينتكملوا بهم بعدكم i listen again to the english tourist guide وتصحوا الأجوبة انتحكم بعد ما تعودوا تستمعوا وبعد تقارن انت وزميلك إذن عدنا task 15 i use my copy book to write a caption of the portrait of the famous english writer أنا كتبته لكم ديجا الفقرة راح ينتلقوها في فيديو تم النشر انتعوا صباحا وعندكم هنا example عبد الحميد ابن باديس أنا جبت لكم تعريف تعبد الحميد ابن باديس اللي حاب يكتب فقرة زيدة عليه ويلسقها في الكراس انتعوا كما راه موضح عندكم هنا في الكراس خدمتوا هايك identity card انتعوا جبتها لكم إذن هذا كان مثال فقط على كيفاش رايحين تكتبوا على ويليام شيكسبير إذن الفقرة تعويليام شيكسبير أنا حطيتها لكم صباحا رايحين تلقوها مع الفيديوهات والآن ننتقلوا للتاسك سيكستين اللي عدنا أجوبة وعدنا هنا ديموكلي رايحين نطرحوا بهم الأسئلة والأجوبة إذن عدنا The English writer's name mentioned by the tourist guide in the listening text هنا سؤال What is the name of the English writer mentioned by the tourist guide الإجابة His name is William Shakespeare When and where When and where was he born He was born on April 23rd 1564 on Stratford اللي سباق وذكرتها اللي راني كتبتها لكم الفوق Eupen Okay What was his job هنا His occupations هو الجوب Okay He was an actor a poet and play right He was an actor a poet and play right His writings and some of their titles His writings and some of their titles هنا السؤال هو عدنا What did he write What did he write He wrote two plays Hamlet Romeo and Juliet Okay عدنا His own theater and its name What was the name of his own theater Its name was Globe Theater Whether my partner has heard about this writer before هنا السؤال نطرحوه تقول زميلك Have you heard about this writer before Have you heard about this writer before هو يقول yes I have ولا no I haven't إذن هذا هو task 16 بعد عندكم I change roles with my partner and we act out the quiz again رحين تعاود انتو زميلك هو يطرح لك السؤال ونتا تعطيه الجواب والعكس صحيح إذن في نهاية هذا الفيديو جبت لكم كيفاش ترتبوا الكرة سنتحكم على هذا الدرس اللي هو الدرس الخاص بويليام شايكسبير جبت لكم تعريف انتاعو رحين ديروا pause وديروا زوم إلا حبيتوا تقرأوا التعريف انتاعو ودرت لكم لانسين هذك المسرحية من الفوق لأنه كان مسرحي معروف وهنا تقدروا تخرجوها وتلسقوها في الكرس المدرسي هكا باش الكرس المدرسي ودروس كي تجي وتلاجعوهم رحين تعرفوا وشنه الموضوع اللي راكم تلاجعوا فيه إذن وصلنا لختم هذا الفيديو إذن الفقرة اللي طلبوها منكم على ويليام شايكسبير رايحين تلقوها مع الفيديوهات تم تنزيلها أو تم نشرها اليوم صباحا وصلنا لختم هذا الفيديو أترككم في رعاية الله وحفظه نتلقو في صفحة في شرح عفوا دروس أخرى وصفحات جديدة واللي عنده أي استفسار أو أي تعليق أو أي موضوع حبنا أننا ندروه له ما عليه غير يخليهنا في التعليقات إذن نتلقو في المرة الجاية إن شاء الله